بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام وعلى سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة المزمل ووصلنا إلى قول الله تعالى وتبتل إليه تبتيل وكنا قد توقفنا عند سؤال تركناه إلى هذه الحلقة حتى إن شاء الله نفصل فيه وقلنا أنه تبتل إليه تبتيل يجب أن نعلم كما ذكر أهل اللغة قالوا أن هنا تبتل إليه تبتيلة أنه الفعل ما جاء على أو المصدر ما جاء على فعله يعني نعم من لفظه لكنه ليس على فعله يعني قلنا أنه تبتل تبتل تبتلاً وبتل تبتيلة يعني بتل نفسك إليه تبتيلة وتبتل إليه تبتلاً فهنا جاءت وتبتل إليه تبتيلة فما الفائدة من مخالفة أو عدم مجيء المصدر على لفظ فعله أو المخالفة بين الفعل وبين المصدر نحن تكلمنا أن التبتل والتركيب هذا يدل على القطع لكن ابتداء دعونا نتكلم عن أقوال المفسرين في سبب مجيء اللفظ على غير أو الفعل على غير مصدره ثم إن شاء الله نرجع إلى أقوال السلف فيما قالوه في معنى أو المراد في الآية في قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلة نحن قلنا نعم من حيث اللغة التبتل هو الانقطع لكن الإمام القرطبي مثلا ذكر في التفسير قال وهناك من قال على معنى أنه وتبتل إليه تبتيلة إنما جاءت مراعاة للفواصل وهذه قضية القول بمراعاة الفواصل يعني كثير من المحققين من أهل العلم يعني يرفضون هذا القول لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وكأن الفاصلة تعالى الله عن ذلك علوة كثيرة ألجأته إلى أن تأتي هذه الكلمة حتى تكون موافقة للفاصل وهذا كلام يعني في تحقيقه يعني أمر خطير يعني لذلك كثير من أهل العلم يعني ابتعدوا عن هذا الأمر لكن أنا ذكرته لأنه مذكور حتى نبين لأهل العلم أو طلبة العلم عفوا يعني أنه بعض الأمور التي يجب أن يعني ينتبهون إليها كما في قول الله تعالى وطور سينين قالوا أنه لم يقل سيناء وإنما قال سينين لأجل مراعاة الفاصلة وهذا كثير جدا يعني يرث في أقوال المفسرين فيما ينقلونه ولكن كما قلنا يعني أهل التحقيق منهم يرفض هذا ويجعلهم من الأقوال الضعيفة نعم هناك من قال أيضا كالإمام الرازي مثلا قال وتبتل إليه تبتيلا قال أنه التبتل التبتل هو المقصد المقصود في الآية والتبتيل هو التصرف في الأفعال أي كأنه المراد أولا أن يعني يتبتل ثم يبتل نفسه تبتيلا أي أنه تبتل تبتلا وابتل إليه نفسك تبتلا فقالوا أنه قال الرازي قال لا يمكن أن يكون الإنسان يعني متبتلا إلا أن يكون ذلك الأمر من ذاته ومن نفسه فينقطع بالكلية لله سبحانه وتعالى والتبتيل هو إنما المراد في التصرفات وفي الأفعال وغير ذلك وإنما أراد يعني أتجمع بين الإثنين لأنه أراد أن يعني ينقطع بذاته وينقطع بتصرفاته لله سبحانه وتعالى وهذا قريب بما ذكره الإمام الآلوسي أيضا في التفسير قال إنما تبتل إليه تبتلا المراد من ذلك هو يعني أمر باطن أمر باطن وأمر ظاهر فالأمر الباطن فيما يتعلق بالذات والأمر الظاهر فيما يتعلق بالتصرفات والأحوال وحقيقة أنا أرى وجه آخر يعني في المسألة أنه ربما تكون وتبتل إليه تبتيلة يعني مجيء الفعل أو المصدر على غير فعله إنما ربما يعني والله أعلم يراد به جمع ما يمكن أن يكون بين هذا الفعل ومصدره المحذوف وبين المصدر الموجود وفعله المحذوف وهذا قريب مما يسمى الاحتباك يعني هو أن يذكر أحد الجانبين والمتقابلين ويحذف الآخر فيكون بذلك الحذف هو يعني استذكار الآخر يعني مثلا في قول الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن تقبلها تقبلا وقبلها قبولا فتقبلها ربها بقبول حسن كأنها جمعت فتقبلها وقبلها وتقبلا وقبولا كأنه جمعت هذه الأربع من خلال غرود تقبلها ربها بقبول حسن وهذا يعني كما يذكر القاسم أيضا ويذكر مثلا الآلوس والقاسم في قول الله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا في سورة الجن لا أملك لكم ضرا ومقابل الضر أو الضر النفع أي لا أملك لكم ضرا ولا نفعا ولا رشدا ولا غيا ولكن حذف النفع وحذف الغي على اعتبار أنه المقابل هو موجود لما قال لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أي أنه يعني لا أملك كذلك لا نفعا ولا غيا حتى يكون استكمال فكأنه ذكر لفظتين وأراد منها أربعة الفاظ اثنين مذكورة واثنين محذوفة وحقيقة البقاعي في محاسن التأويل يعني أكثر من ذكر الاحتباك في القرآن الكريم وألف رسالة في ذلك لكنها يعني ربما تكون مفقودة يعني لم أعثر عليه حقيقة ربما تكون مفقودة كما ذكر البعض أيضا أنها مفقودة فأكثر من ذلك البقاعي فكأنه هنا أي كأن الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه السلام بأنه تبتل تبتلا وابتل نفسك تبتيلا فكأنه جمع بين هذه الأربعة في سياق واحد وهذا من بيان يعني عظم الاهتمام بالنبي عليه السلام بكل شؤونه حتى أنه قالوا سورة المزمل وإن كانت نزلت يعني بعد المدثر على قول الأكثرين لكن كانت خاصة بتهيئة النبي عليه السلام لأمر الدعوة من حيث قيام الليل وإعداده عليه الصلاة والسلام يعني إعداد نفسه صلى الله عليه وسلم لتحمل إعباء النبوة وكيفية الوصول إلى هذا الترقي من حيث قيام الليل والعبادة ومن حيث أنه كيف يستغل النهار ويستثبر النهار في التسبيح وكيف يعني يبدأ بالانقطاع عن الناس والانقطاع لله سبحانه وتعالى ينقطع إلى الله سبحانه وتعالى في ذاته وينقطع إلى الله سبحانه وتعالى في تصرفاته وهذا كله يعني مذكور في هذه المعاني ولذلك يعني جاءت سورة المزمل كما قلنا هي لإعداد النبي عليه الصلاة والسلام لتلقي أمر الوحي وتلقي أمر الدعوة والقيام بأمر الدعوة هذا كله في هذا المعنى ونحن قلنا سبق أن تكلمنا عن إشارة الإمام الرازي في قضية الإكمال والتكميل أنه يعني لا يمكن الإنسان أن يتبتل إلى الله تبتيلا حتى يعلم أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك جاءت الآية التي بعدها قال فاتخذه وكيلة ولا يمكن أن تصل إلى أن الله يكون وكيل لك حتى تعلم أنه أن الانقطاع الكامل يكون لله سبحانه وتعالى ذكر الإمام الرازي هكذا قول عن بعض الصوفية يعني وقال أن هذه مراتب ربما لا يصل إليها يعني أهل الظاهر الذين يأخذون بظاهر اللفظ ويقول أنه التبتل إلى العبادة هو انقطاع إلى العبادة وليس انقطاع لله والتبتل هو انقطاع إلى العلم في الله وليس إلى الله سبحانه وتعالى وفرق بين أن يكون انقطاع لذات الله سبحانه وتعالى والانقطاع لأمر الله سبحانه وتعالى ويعني يقول أن هذا أمر لا يدركه إلا الخواص وأفاض في الكلام في هذا في إشارات كثيرة نعم إذن يعني في قضية وتبتل إليه تبتيلة المراد هذا المعنى الدقيق في قضية أنه يجب الانقطاع الكامل لله سبحانه وتعالى أما معنى الآية فيما ذكره السلف يعني معنى الآية في قضية وتبتل إليه تبتيلة قالوا أنه أخلص له العبادة إخلاصا وذا من قول عن مجاهد وقتادة وابن عباس والسدي وغيرهم أنا لن أذكر التفصيل لكن سأذكر أقوال السلف في الجملة ومنهم من قال اجتهد في العبادة له اجتهادا ومنهم من قال أخلص عبادتك لله عن الشرك كقول مجاهد ومنهم من قال أنه تبتل إليه تبتيلة قال لا تشغل نفسك بأحد غير الله سبحانه وتعالى ومنهم من قال تبتل إليه تبتيلة قال أن ترى أن كل ما على الدنيا كل ما على الدنيا هو يعني لا يستحق النظر إليه ويكون النظر إلى الله سبحانه وتعالى وكأنه الخروج عن عن مخالطة الناس وعن الدنيا والانقطاع إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى وهذا ليس معناه الترغيب في الرهبانية لأن الرهبانية حقا ممنوعة عندنا ومنهي عنها يعني كما ورد في الصحيح أنه عن سيدنا علي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام رد على عثمان بن مضعون التبتل ولولا ذلك لاختصينا أي لم تنعنا عن الزواج سأفصل إن شاء الله في هذا المعنى لكن ابتداء يعني يقول إمام بن عشور في التحرير يقول كلام لطيف جدا يقول أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان انقطاعه والتبتل الذي كان فيه هو انقطاع عن كل شيء لا يعني لا يمتصل بالله سبحانه وتعالى قالوا إذن كيف هو الحياة وطعامه وشرابه وزواجه قال كل ذلك كان في الله فكان طعامه لله وكان شرابه لله وكان نكاحه أيضا أراد النكاح لأنه أمر الله سبحانه وتعالى بذلك وما ذك إلا لاستفاء حق النفس فإن النفس إذا اكتفت بالتزاماتها تفرغ القلب وتفرغت الجوارح لله سبحانه وتعالى لكن دون إغراق في حاجات النفس إنما الكفاية منها لأن الإنسان لا شك أن الله سبحانه وتعالى جعله يحتاج إلى الطعام فأعطاه قدرا من الطعام وإحتاج إلى النوم وإعطاه قدرا من النوم وإحتاج إلى النكاح فأعطاه المساحة الكافية لتلبية تلك الحاجات في النفس ثم يعني بعد ذلك يكون الأمر كله لله ولذلك ابن عشر يقول حتى زواج النبي يعني كما قال حب بإلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة وغير ذلك هذه الأحاديث الكثيرة تبين أن النبي عليه الصلاة كانت حياته كلها لله يعني كان يأكل لأجل أن يتقوى للقيام في الدعوة وينام حتى يتقوى على القيام في الليل وأيضا محاججة المشركين والكافرين وكان يعني يتزوج لأن زواجه تشريع لأمته صلى الله عليه وسلم فكل فعله صلى الله عليه وسلم كان تشريعا لنا وكان تعليما لنا ولذلك ألف العلماء كتبا كثيرا في بياني يعني أنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام كله تشريع لنا ما كان يفعل شيء صلى الله عليه وسلم عبثا وأنا قد ذكرت سابقا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يتصرف ببعض التصرفات التي يفعلها لأجل الأمة كان يعني يأخذ بأقل درجات أضعف رجل بالأمة وعندما كان يفعل الفعل لنفسه كان يأخذ بأعلى المقامات والدرجات وهذا ما يدل لنا على شيء إلا الدلال القاطع على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت حياته كلها لله سبحانه وتعالى وكان قطاعه كاملا لله سبحانه وتعالى نقف على مسألة ربما يعني يتكلم عنها البعض ويقول في قضية أنه هل أنه هذه الآيات في قضية تبتل إليه تبتيلة هل تدل على الانقطاع الانقطاع الكامل وعدم مخالطة الناس وترك الناس ولنظهر الآية وتبتل إليه تبتيلة قطع لله هل نذهب إلى كهوف وجبال وغير ذلك ونجلس فيها ولا يعني نختلط مع الناس ولا ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وهل هذا هو الأمر المطلوب يقول إمام ابن العربي المالكي يقول ظاهر السنة يدل على النهي عن التبتل وظاهر القرآن يدل على الأمر بالتبتل يعني كأنه ظاهر القرآن يأمرنا وهذا قول ابن العربي المالكي يعني ظاهر القرآن يأمرنا بالتبتل والانقطاع وظاهر السنة مما ورد في الأحاديث أنها تدل على عدم الانقطاع وعدم ترك الناس فكيف يعني يفهم هذا الأمر قال العلماء في ذلك أنه قضية تبتل إليه تبتيلة المراد أنه الانقطاع عن ما في أيدي الناس والانقطاع عن الحياة في ملذاتها التي يعني أكثر من حاجة الإنسان إلى أن تقوم به حياته يعني لاحظوا يعني والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه النفس طالما أعطيتها المجال في أخذ الحاجة من الدنيا فإنها لا تشبع اثنان لا يشبعان طالب علم وطالب مال يعني لاحظوا أصحاب الملايين والمليارات يسعى لأن يكون الواحد اثنان والثلاث مليارات أربعة وعشرة فهو لا يشبع من ذلك لكن ما هي حاجة الإنسان الذي امتلك مئة ألف وحاجة الإنسان الذي امتلك مليون دينار ما الفرق في طعامه وشرابه الناظر إلى هذا الأمر لا يجد فرقا يعني في من يأكل وله مبلغ معين ويعد نفسه من الأغنياء وبين من له مثلا مليار من الدنانير أو الدولارات ما الفرق بينهما إذن قضية أنه القطاع المقصود والرهبانية التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها هو قضية العزلة العزلة عن مخالطة الناس وعن يعني تعليم الناس ونصح الناس وإرشاده والابتعاد عن النكاح وابتعاد عن النوم والابتعاد عن يعني الطعام والشراب وإجهاد النفس جهدا عظيما فهذا كله غير مأمورين به في قضية ظاهر الآية وأنا لا أقصد جانب الزهد لأنه جانب الزهد له جانب آخر سأتكلم عنه إن شاء الله في وقت آخر لكن أتكلم على أنه عندما جاء الثلاثة أو مجموعة من الشباب الصحابة وسألوا عن عبادة النبي وكأنهم تقاللوها وأراد بعضهم أن يختصي حتى لا يتزوجه وبعضهم يقول لا أنام على الفرش والبعض يقول أصوم الدهر ولا أفطر ولا أفطر ولا غير ذلك من الأقوال هذه كلها هي التي نهى النبي عنها أما قضية أنه يعني العزلة وعدم الخلطة فقد ورد هذا كما قال ابن عربي قال فأما في أيامنا ويقصد في أيامه هو يعني كان قد عاش في القرن السادس الهجري يقول وقد اختلط الحرام بحطام الدنيا أي بالدنيا ما فيه شيء إلا وفيه الحرام يقول فأولى بذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه الرجل يكون له غنمات يتتبع بها شعف الجبال يتتبع مواقع القطر يفروا بالفتن يفروا بدينه من الفتن هذا أمر ثاني وذلك نجد أنه كثير من العلماء يعني كانت لهم العزلة وألفوا في ذلك الخطابي والإمام حتى الغزالي وغير ذلك ممن يعني اعتزلوا الناس وابتعدوا عن الناس إنما كان المقصود الفرار بالدين يعني الملخص الكلام الانقطاع لله سبحانه وتعالى مع مخالطة الناس لكن دون التجاوز يعني لا أحد يأتي فيقول أنا سأكون أتقى من النبي تحاشى لله من قال هذا يعني ربما يعني خرج من دينه من قال أنه سيكون أتقى من النبي أو أنه أفهم من النبي في فهمي الدين لا شك أن ذلك كفر لكن نقول أنه كما قال عليه الصلاة والسلام خالط الناس ودينك لا تكلمنه وقد روى أبو ليث السمر قندي أيضا حتى في تفسيره قال إن هناك كان رجل من العباد جالس في الجبل يتعبد لا ينزل إلى القرية إلا يعني شهرا أو عفوا في الشهر مرة ينزل فيأخذ ما يحتاج ثم يخرج يرجع إلى الجبل ولا يخالط الناس قيل فأوحى الله سبحانه وتعالى هكذا مورد في الإسرائيليات مما يذكره أبو ليث السمر قندي في تفسيره بحر العلوم يقول فأوحى الله إلى جبريل قال أهلك تلك القرية فقال يا رب إن فيها فلانا العابد قال ابدأ به فإنه لم ينزل يوما فيأمر بالمعروف وينهى على المنكر البعض يظن أنه لو جلس في بيته وأغلق عليه بابه سيكون من أتقى الناس وهذا ليس مطلوب من الشريعة حقيقة طبيعيا عندما تغلق بابك عليك ولا تنظر إلى أحد ولا تتعامل مع أحد لا شك أنه ستنحبس عن كثير من الشهوات التي تعرضوا لها الناس ويتعرضوا لها الخلق ولكن الدين القويم أن تخالط الناس وتحافظ على دينك هذا هو المقصود في قضية وتبتل إليه تبتيلة أنه تنقطع إلى الله سبحانه وتعالى انقطاعا في ذاتك وانقطاعا في تصرفاتك لا تنظر إلى ما في أيدي الناس لأن الله هو الرزاق ولذلك لاحظ أنه لما قال فاتخذه وكيلة أي أنه اجعل وكيلك الله سبحانه وتعالى في كل أمر وهذا لا يصل إليه الإنسان حتى ينقطع انقطاعا تاما وحقيقة هي مدرجات ومراتب قد ذكرها العلماء يعني لا يمكن الوصول إلى هذه المراتب دون أن يكون هناك تدرج في هذه المراتب والأخذ فيها ولذلك هذه السورة على ما اطلعت فيها من دقائق ومن أسرار ومن بعض الأشياء التي ذكرها أهل العلم والله حقيقة هي سورة عظيمة تبين لنا كيف ارتقى الله سبحانه وتعالى بالنبي وكيف علمه كيف يرتقي في المراق العظيمة حتى بلغ أعلى المراتب وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر ولكن هذه المراتب هي أيضا مفتوحة للأمة في الترقي لدرجة الولاية ودرجة الصلاح يعني ولذلك هذه الآية عظيمة في كيفية أنه يعني كيفية القراءة أو كيفية تقوية النفس على العبادة والاستقامة على طريق الله سبحانه وتعالى فحقيقة كما قال الإمام الرازي سبحانه الذي وراء له وراء كل كلمة في القرآن سر يعني علمه بعضا من خلقه نعم قال وتبتل إليه تبتيل رب المشرق والمغرب قرأت رب المشرق والمغرب قيل على المدح أي هو رب المشرق والمغرب وقيل على الابتداء أي رب المشرق والمغرب ابتداء وقرأت أيضا ربي المشرق ربي هنا قالوا إما أنها بدل من ربك يعني في الآية القبلة واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيله فجاءت ربي المشرق على من قال وأيضا قرأت قراءة أخرى على النصب والمدح كما قالوا أي رب المشرق والمغرب على المدح نعم المشرق والمغرب ونحن تكلمنا عن المشرق والمغرب في قول الله تعالى رب المشرق والمغارب وفصلنا فيها القول ولكن المشرق هو مكان شروق الشمس والمغرب وقت غروبه ومكان غروبه على من قال ذلك لكن ما هو المراد بالآية في قوله رب المشرق والمغرب أولا نحن الآية هنا قالوا أنه يعني تبين ما هو التبتل على المعاني التي ذكرنا وقلنا الإخلاص بالعبادة وقلنا الاجتهاد فيها وقلنا ترك الدنيا وغير ذلك قال يعني أهل الألم قالوا المراد في التبتل إليه تبتيلة هو أن لا تشرك مع الله أحدا وتخلص العبادة لله سبحانه وتعالى ودلالة ذلك أن الآية التي بعدها قال رب المشرق والمغربي لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة أي أنه لا إله إلا هو هو قضية التوحيد فاتبتل إليه تبتيلة في توحيده نعم قال رب المشرق والمغرب منهم ذكر أن المراد بالمشرق والمغرب هو مكان المشرق والمغرب فقالوا هو هذا المراد برب المشرق والمغرب أي رب الزمن والمكان الذي أنت فيه وذهب الماوردي فيما نقله عن محمد بن بحر أنه رب المشرق والمغرب المراد بها رب جميع العالم لأنه المشرق والمغرب أراد بها المشارق والمغارب وهذه قراءة لابن عباس كما ذكر الطبري وغيره قالوا أنه وقرأ ابن عباس رب المشارق والمغارب فأراد بها جميع العالم ولذلك ذهب بن بحر محمد بن بحر أصفهاني أنه أراد المشارق والمغارب جميعها ومنهم من قال رب المشرق والمغرب أراد اليوم الواحد أي الزمن على امتداده لأنه المشرق قال هو من شروق الشمس إلى منتصف النهار والمغرب ما بعد منتصف النهار من زوال الشمس إلى الغياب فكأنه أراد اليوم كاملا والزمن كاملا وهذا أيضا مقارب لمعنى يعني كما قلنا إن لك في النهار سبحا طويلة على من ذكر ذلك أو من ذكر كما قلنا في البداية من أراد وقت الشروق ووقت الغروب أو زمن الشروق وزمن الغروب ولكن كل هذه المعاني تدل على عظم الله سبحانه وتعالى في أنه له هذا الزمن المطلق وهذه الأوقات والأماكن فكلها ملك له ولذلك لا إله إلا هو فالإله الذي قادر على أن يجعل كل هذه الأشياء له لا شك أنه إله عظيم يعني يستحق العباد لا إله إلا هو وهذا هو أصل التوحيد أنه لا إله في الكون قادر على أن يملك المشرق والمغرب ويملك العالم وأن يستحق الإنقطاع إليه والتبتل إليه والتسبيح له والله سبحانه وتعالى وحده ولذلك قال لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة والاتخاذ التخذه وكيلة أي أنه لا تجعل لك وكيلا غيره الاتخاذ يكون غالبا المتخذ أو المتخذ يكون له قصدا في ذلك ويعني آخذ الشيء له قصد في أخذه وذلك يسمى أخذ وهي من مضومة أخذ ونزع وجذب والتقط واختطف وغير ذلك من ألفاظ التي سنتكلم عنه إن شاء الله ربما في الحلقة القادمة قال فاتخذه وكيلة وكلمة فاتخذه وكيلة كما قال الراغب قال الوكيل هو أن تجعل أمرك لغيرك يتصرف به كيف شاء هذا أصل الوكالة والتوكيل أن توكل غيرك بذلك الأمر فاتخذه وكيلة أي اجعل أمرك كله لله سبحانه وتعالى أما الفراء فيقول أن الوكيل هنا وكيل على معنى الكفيل أيضا تأتي قال لأنه يعني عندما تقول أنه حسبنا الله ونعم الوكيل قال نعمة كلمة نعمة يجب أن يكون ما بعدها يعني من جنس ما قبلها لذلك لاحظوا عندما نقول مثلا الله خالقنا نعم الخالق فهنا خالقنا ونعم الخالق لا يقال مثلا الله خالقنا نعم الرزاق يكون هناك خلل في فصاحة الكلام لذلك عندما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيكون نعمة الكافي الوكيل هنا الكافي أيضا تأتي على معنى الكافي كما ذكر الفراء فيكون هنا فاتخذه وكيلا أن يكون كافيا لك في احتياجك في أمور دنياك فأنت لا تهتم لأمر نقص في الدنيا ولا تهتم للنعم التي تكون عند غيرك من أهل الدنيا فإن الله هو الوكيل والكافي لك قال فاتخذه وكيلا وفي الآية ما زال كلام في لفظة فاتخذه وكيلا إن شاء الله سنفصل فيها في الحلقة القادمة إلى ذلك الموعد نستردعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته